السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم عن نقطة مهمة جدا تتعلق في الكذب في الزواج والغش في الزواج والخداع في الزواج بين الزواجين أتكلم كل صراحة قضايا وصلتني إما في المحكم أو عن طريق مركز مودة استشارات من أسباب الطلاق أن الزوجة أو الزوج سووا عمليات وما علموا الآخر عمليات تغيير بمعنى أول شيء التكميم التكميم ما أحد بضعف سوى عمل التكميم بعد التكميم التراهلات والأمور والعمليات والشق وكذا الزوج لازم يكون عنده علم والزوج لازم تعرف أنك أنت سوى تكميم ما هو عيب ما هو عيب إنسان يكمن بالعكس إنسان يحافظ على صحتها أمر طيب لكن لازم تخبر الزوجة ولازم هي تقول لك سوى عمليها بخشمها مسوى عمليها مدري إيش تعلم الزوج لا ينصدم شاف بطاقة مدنية هذا مين هذا مرتك أو صورة لها قضية من صدم بعد الزواج كم قضية طرقت توقع وصلت عندي إما في المحكمة أو في المركز بسبب عمليات تجميل أو تكميم الزوجة نفسها صدمت لما دخلت على الزوج شافت الزوج عمليات وتكميم وتراهلات والجسم يعني ما تقرأت ما تقرأت تقبل هذا الزوج والزوجة نصدر لما دخل على الزوجة عمليات مدري شنو مسوية أي شي تسوينا وأنت أي شي تسوي لازم تكونوا واضحين مع الطرف الآخر الزوج شاف الزوجة رؤية شرعية بس ما شاف داخلها لابسة كوروسية ولابسة شاد الجسم وما يبين عليها كذلك الزوج خدعهم ما قالوا من أنا مسوي عملية مو عيب بس اللي عند بنتنا فيها حرق ولا فيها يعني مسوي عملية ولا مسوي قص ولا مسوي كذا ما هو عيب بالعكس واحد قال أنا قابلها بشيلي فيه بس عشان ما يكون فيه خداع ولا العلم الزوج هنا يقدر أن يسترد المهر إن هذا فيه غش أو الزوجة تسترد المهر إن الزوج قص عليها وما قال لها والمرة ما تقبل هذا الشيء فأرجو حتى ما يعني تولي أنا طالب معاقد زواج كان توافق فيما بينهم لكن قلت له مهم شيء الوضوح والصراحة فيما بين الزوجين وما هو عيب خليك واضح الأولى شرط أخرى النور كما يقولون لو أرسلت واحدة رسالة تقول أنا عاقدت على رجل عاقدت يعني ملت خلاص انته تدبست دخلت على الزوج أو شفت طلع الرجل قصير قصير حيل أنا ما قدرت أقبل قلت قص الرجل ما يعيب اللي إذا كان قصير بالكرم قصير بالمرجلة قصير بالوفاء قصير بسلة الأرحام ما يعيب الرجل بس ممعنى هذا نتأخذ الواحد تقول أنا ما أتقبل النهائيا اسمح لي تقول لي نعم المراج المخابر ما هو مناظر والمرأة يعني تبيلها رجل مقبول يعني مجتمعيا أو شكلا تقول أنا بس يعني عدلاي وغيرهم والنسابتي والخواتي باتش رعيبون على زوج يعني كسير قصاصة شيء منك صار ما في مشكلة لكن أنت ما تقبلتي من الآن تقول هل عني إثم أني أنا أرفض لا ما عني إثم بس هل هو سبب خذ واحد طويل وجسم معضل وكذا كل شيء يخونها يلف ودر عليها ويشرب خمر ولا يلعب من وراها ويسوي مو مقياس فإذا كان هذا الشيء فقط أنك سير ما يعيد هل يستحق الأمر أن أنت تردين الزوج الرجل هذا اللي يعلم الزوج مصلي وراعي خير وباربي والدي وشقردي وها بريح رجل لا والله مو تايبي يعني مو ستايلي شو نستايلي قميص دراع عشان أنت ولا عباية الرجل ما يعيبه هذا الشيء أو أنه متين حيل ما يعيبه إذا هي تتقبل تقول أنا ما أتقبله لأن بعض الحريم للأسف بالبعض أنا تتابع فشل السلاة وتتابع الناس مشاهير وتتابع تيب واحد مثل هذا أبي مثل ممثل فلاني خاصة لأنها عينها تبطلت ما رأي شبعها حد خذي واحد ومزيون وشكل وكذبها الكلام لكن ما هو رجل أو أنه يخون في المقابلة أقول لها حق لكن هل يستحق الأمر أن تتردينه عشان قصر القامة ولا عشان شكله ولا كذا لا شيء لكن شرعا من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قصير ممكن ما أقول أنه يطول المتين يضعف يعني الفقير الله بيغنيه الطالب ممكن الله تعالى يوفقه ويشتغل عشان ترتاحين وعشان ترتاح انت ما في زوج كامل وانت ما في زوجة كاملة واحد مثل أمي والله ما راح تحصل ما راح تحصل وقلتها من قبل جيل أمهاتنا حين جيل هذا شوف واحدة من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك أمرها لا ما أنا خدامة عندك لا أنت ليش متزوج واحد من ربي هذي ما لازم تطيعك لا تقول ما أنا خدامة ما قلت أنا سيني خدامة لس طيعين خلاص خلاص بجيب واحدة من إحدى الدول العربية من المغرب ولا من سوريا ولا من الأردن ولا من أي واحدة بتزوجي زواج شلعي هي تخدمني وتقولي يا لبي سعدي أما لا أنا ما خدمك سمعت شيخ فاني يقول لا المرة ما هي واجبة أنا تخدمها لا تخدمين الزوج لا تخدمين أنت مفاهمة الكلام عدل أو فاهم الفتوى عدل أنا ما أخدمها هالك لا هالك غير صح ما تخدمينها لكن المرة اللي تحب زوجها وبنت الأصول تحبني تحبها لي أمي إذا مرتها تقولي بها عمتي يا خالتي أهادي